وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 513 قضية تموينية مستردية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 188 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية وضبطت أجهزة وزارة الداخلية قرابة 29 طنان في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة إلى جانب ضبط قرابة 80 طنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية كما تم ضبط 703 قضايا في مجال القضايا المخابز من بينها 164 قضية خبز ناقص الوزن و143 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فيما تم ضبط 16 قضية في مجال التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبطات بلغت قرابة 198 طن ترجمة نانسي قنقر